اهلا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله اينما كنتم 11 يوما على بدء قوات النظام تقدمها البري فما هي النتائج التي حققتها وما هي الاستراتيجية التي اتبعتها للتقدم وكيف تتعامل الفصائل المقاتلة مع هذا الهجوم سيطرت قوات النظام على بلدة واحدى عشرة قرية في سهل الغاب بريف حماء الغربي معتمدة على سياسة الارض البحرقة والتقدم في المناطق المفتوحة نتابع معنا تقرير التالي ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوفنا 11 يوما منذ بدء قوات النظام تقدمها البري باتجاه الشمال عقبات تمهيدا جويا وصاروخيا مكثف على القرى والبلدات المحررة قسف أوقع عشرات مئات ضحايا بين قتيل وجريح تقدم النظام بدأ باتجاه الشمال من قرية الجنابرة إلى تل عثمان وحتى تل الهواش الذي يكشف مناطق عدة قبل أن تنعطف باتجاه الغرب حصيلة تقدم قوات النظام كانت السيطرة على بلدة كفرنبودا وإحدى عشرة قرية تل الجنابرة وتل عثمان والجابرية وتل الهواش وقلعة المضيق والكركات وباب الطاقة والتوينة والشريعة والحرية والحويز وجميعها في سهل الغاب بريف حمال غربي نظام الأسد اعتمد التقدم في الأرض المفتوحة التي تسهل السيطرة عليها خاصة مع استراتيجية الأرض المحروقة التي تنفذها طائرات الحربية تابعة للنظام وروسيا وفي الوقت الذي حقق فيه نظام الأسد تقدما بريا في سهل الغاب لم تسر الأمور كذلك في ريف اللادقية حيث خسر النظام العشرات من عناصره على جبهة الكبينا دون تحقيق تقدما يذكر استراتيجية الأرض المحروقة والتقدم في المناطق المفتوحة أعززها النظام باستهداف المرافق الطبية والخدمية وتهجير الهالي من مناطقهم لتسهيل عمليات القدم قرية تلو الأخرى معنا هنا في استوديو العقيد فايز أسمر المحل العسكري والاستراتيجي أهلا بكم سيادة العقيد وأيضا الأستاذ محمد سالم باحث في مركز الحوار السوري أهلا بك أستاذ محمد أيضا على شاشة حلب اليوم لو بدأت معك سيادة العقيد يعني بعد عشرة أيام من التوغل بريا هنا نتحدث كيف تقيم نتائج العملية العسكرية وما جرى على الأرض مساء الخير أخي عمار لك والمشاهدين وضيفنا أخونا الأستاذ محمد يعني تقييم حقيقي النظام تقدم يعني هذا واقع ولكن يلاقي صمودا أسطوريا حق اللي نقول أمام كل تلك الضربات الصاروخية وأمام القصف في البراميل وأمام الأرض المحروعة كما قال تقريركم هذا هو ديدان النظام في كل عمليات القتالية هناك أسلوب منهج للروس والنظام عند هجومهم على المناطق ولاحظنا أخي عمار هذا ولاحظت أنت أيضا معي أن النظام لم يسيطر على منطقة بريا بالمطلق اعتبارا من وادي بردة معظمية دارية الغوطة درعة وصولة للرستن كل المناطق سيطر عليها بالقصف الجوي وخاصة بعد التدخل الروسي بـ 39-2015 تلك المحرقة التي تقوم بها طائرات الجيل الخامس الـ 35 أو طائرات الكاموف المروحية فتحيل الأرض شبه محروقة تضيق على المناطق أنا أتكلم بشكل عام والآن نفس الأسلوب في مدينة إدلب إذن تضرب الأطراف المحيط ومن ثم تدفع الفصائل إلى العموق حتى يتقربوا من المناطق المدنية ومن ثم تبدأ بتقطيع الأوصال ومن ثم تضغط معيشيا على الحاضن الشعبية علها تؤلب عليهم على الفصائل وتقلب عليهم المواجع وتضغط عليهم في سبيل القبول بأي شروط لاحقة للنظام ولكن الآن إدلب تختلف عن بقية المناطق لا إدلب بعد إدلب كانت بقية المناطق تهجر إلى مدينة إدلب الآن لا إدلب بعد إدلب الأمر الثاني تختلف تكتيكيا منطقة إدلب فهي تضم بين جنباتها نخبط خلينا نقول المقاتلين الذين هجروا من كل المناطق السورية والذين رفضوا التسويات مع النظام بالمطلق إذن هناك ما يقارب 40 إلى 50 ألف مقاتل في مدينة إدلب ناهيك عن أيضا الجماعات الإسلامية الموجودة إن كانت في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي أو في ريف حماء الشمالي أو حتى في جنوب إدلب وجنوب شرق إدلب أتصور أن النظام يريد الآن مرحليا السيطرة على المنطقة العازلة وقد بدأ ضربته المباشرة من مدينة سهل الغاب مثل ما ذكر تقريركم من قلعة المضيق وصولا إلى سهل الغاب هو يريد الوصول كضربة وهدف مباشر ومهام تالية الوصول إلى جسر الشغور إن استطاع من تلك المنطقة وأيضا بتطوير أعمال قتالية تأتي من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي من محور الكباني باتجاه جسر الشغور بالانتقال إليك أستاذ محمد كما شاهدنا في التقرير وكما شرح سياسة العقيد يعني النظام دائما يستخدم الأرض المحروقة أو سياسة هذه الأرض المحروقة السؤال هنا لماذا يسر النظام على استخدام هذه السياسة دون الاكتراث لنتائجها على الأرض نتحدث هنا عن الضحايا والمدنيين نعم في البداية مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين لضيفك للعقيد فايز يعني لم يعودنا النظام إلا على هذه السياسة منذ أن بدأ في هذه يعني بالحرب على شعبه منذ العام 2012 وقبل ذلك حتى لكن في العام 2012 نحن نذكر كيف بدأ استخدام الطائرات الحربية ضد الأحياء الشرقية في مدينة حلب بالمناسبة هذه ليست سياسة النظام اليوم هذه سياسة روسية يعني اليوم من يقود الحملة جويا وأرضيا هي روسيا بشكل رئيسي وأساسي الروس يشرفون تقريبا على كل شيء حتى هناك عسكريون روس في الإسناد الخلفي للميليشيات المدعومة من روسيا يعني حتى اليوم نحن نشهد اختلاف نوعي إلى حد ما في التدخل الروسي كان سابقا ربما منذ البداية كان هناك اعتماد على الأرض على الميليشيات الشعية وميليشيات النظام الميليشيات الموالية لطهران لإيران اليوم حتى الروس وخلال الفترة طويلة لتدخلهم بنوا ميليشياتهم الخاصة على الأرض التي يمويلونها ويدعمونها وحتى حاربوا بعض الميليشيات المدعومة من قبل إيران ليحافظهم ليتحكمهم بقرار السلم والحرب ليضغطوا ويتحكموا بالضغط على تركيا بالدرجة الأولى وعلى المعارضة فيما يتعلق في هذا الموضوع فأيذن هذه السياسة هي سياسة المدرسة الروسية بشكل عام واليوم تنفذها روسيا والنظام يساهم ربما بشكل طبيعي في هذا الموضوع وللأسف المجتمع الدولي ومنذ أن بدأ النظام باستخدام هذه السياسة دون ردود فعل حقيقية من المجتمع الدولي باستثناء الرد الفعل على الكيماوي يعني حتى الرد الفعل على الكيماوي كان خجولا فعمليا أعطى الدافع عن النظام للاستمرار بالضبط أعطى الضوء الأخضر للمجتمع الدولي للنظام السوري وللروس باستخدام سياسة الأرض سياسة العقيد يعني لنعود إلى الميدان النظام تقدم من الخاصرة الرخوة أنصحها التعبير وأنت تحدثت منذ أكثر من أسبوع أيضا في برنامج ثنائي الخبر هنا عن تقدم النظام من سهل الغاب السؤال هنا كيف يمكن تحصين هذه الخاصرة الرخوة لمنع تقدم النظام أكثر ربما بالتأكيد أخي عمار يعني في عنا مثل ولو أنه مو بمكانه العليق وقت الغارة ما بينفع يعني نحن دائما هذا لازم يكون من أبجد هوز عمل الفصائل إدلب هي مهددة منذ عامين مهددة بالاشتياع فإذا كان يجب ومن الأجدر كان بالفصائل أن تجهز مناطقها ومحيط المناطق اعتبارا من ريف حلب الغربي وصولا إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي هذا الخط اللي بطول 150 كم والآن الذي تتخذه روسيا أنها تريد إفراغه من 10 إلى 15 كم من 15 إلى 20 كم هو بعمق من أجل منطقة عازلة أتصور أنه كان يجد الأجدر فيها تلك الفصائل أن تقوم بالتحصينات الهندسية الخنادق توزيع الكمائن والكمائن ميمدال التمويه الأعمال الخداعية الأشراك المفخخات الألغام الأغلاء الألغام القمعية الآن لي ضرب ضرب يعني كما يقال تماما ماذا يمكن القيام به؟ تماما الآن الآن لا يعني النظام يحد من الأعمال طبعا الصمود في الدفاع والأعمال البطولية ولاحظنا النظام أنه قصر بالفترة الأخيرة هناك استياد لدباباته خسر الكثير من الدبابات خسر الكثير من الآليات التي تحمل الرشاشات 13.5 أو 14.7 أو حتى ناقلات الجنود المدرعة والكثير المئات تقريبا ما يوازي 250 من عدد قواته قتلى و 500 تقريبا جريح فإذا الصمود في الدفاع الآن والمبادئة في التحام الأخي الآن المعركة القريبة هي الهم دائما عندما تقترب من خصمك يتحيد الأسلحة ذات الرمي الطويل أي المدفعية والطيران بحيث لا يستطيع التمييز والطيران نوع من التكافر تماما تماما لا يتحيد يتحيده نهائيا حتى الطيران يتحيد آه تمام يعني دائما أنصح المقاتلين والفصائل بإقامة تماش مباشر مع قوات النظام من أجل تحييد عنصر الطيران والمدفعية الميدانية إن كان مليون وعشرين أو غير نعم على كل أحوال سوف نتابع معكم ضيفية الكريمين لكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام بعد الفاصل كيف تتعامل الفصائل المقاتلة مع محاولات النظام للتقدم بريا وما هي أسباب خسائر النظام الكبيرة في محاولات التقدم يبقى معنا أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية نقترب من الناس ونصلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم نحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين برنامج اقتصاد سوري نقدمه لكم أنا براء باشا على قناة حلب اليوم إنما كان رحمة مهدى إلى الإنسانية النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة والصحابي أيضا لم يسلم بل أراد الأفضل فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كذب قال استغفر الله فوضع يده الشريفة على صدري فضالة صدر قال فضالة فوالله ما إن رفع يده عن صدري حتى ما في الدنيا رجل أحب إلي منه الله بلغوا عني والذي سنطوف من خلاله في رحاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام حياكم الله هنا ما كنتم أعلن جيش النصر أحد مكونات الجبل الوطنية للتحرير أعلن قتل 15 عنصرا من الفيلق الخامس التابع لروسيا بهجوم شنه مقاتلوه على محور الكركات غرب مدينة حماء متابعة التقرير التالي ثم نعود لنفتح النقاش مع ضيوفنا السنزاف المستمر في صفوف قوات نظام الميليشيات الموهلية لها على جبهات القتال في ريف حماء جيش النصر أحد مكونات الجبل الوطنية للتحرير أكد هجوم مقاتليه على محور الكركات بريف حماء الغربي الهجوم خلف بحسب جيش النصر 15 قتيلا من الفيلق الخامس التابع لروسيا بينهم ضابط برتبة مقدم شبكة أخبار اللاذقية الموالية لنظام الأسد احترفت بمقتل سبعة عناصر بينهم ضباط خلال المعارك الدائرة مع الفصائل بريف اللاذقية الشمالي اتباع الفصائل تكتيكات جديدة لمواجهة القوات النظام بحسب خبراء عسكريين ظهر جليا من خلال الهجمات المباغتة على المواقع التي سيضرت عليها مؤخرا في ريف حماء اضافة لاستخدام صواريخ المضأضة للدروع بشكل مكثف حيث تعلن الجبل الوطني للتحرير بشكل مستمر تدمير مدرعات وآليات عسكرية على محاور القتال قوات النظام والميليشيات الموالية لم تكتفي بقصف القرى وتدميرها بريف حماء بل عملت على سرقة المنازل في مدينة قلعة المضيق وبلدة كفرنبودة والقرى والمزارع التي سيطرت عليها في الأيام الماضية بريف حماء الشمالي الغربي بحسب مراسل حلب اليوم سياسيا وعلى ضوء تطورات الأوضاع في إدلب طالبت بلجكا وألمانيا والكويت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لمناقشة الهجوم الذي يشنه نظام الأسد وحلفائه على ريف إدلب وحماء نجاة رشدي مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أدانت الهجمات التي سادفت المدنيين والمنشآت المدنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب مطالبة كافة الأطراف بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ينضم إلينا أيضا بدر كوجك مراسل قناة حلب اليوم من الشمال السوري إضافة لضيوفي هنا في السيديو سيادة العقيد فايز أسمر محلي عسكري والاستراتيجي أهلا بك سيد عقيد مرة أخرى وأيضا أستاذ محمد سالم باحث في مركز الحوار السوري أهلا بك سيد محمد نذهب إلى مراسلنا بدر حدثنا عن خسائر قوات النظام خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة نعم أمار تمكنت الجبل الوطنية للتحرير من رصد مجموعة لقوات النظام الميليشيات الروسية على نحور الكركات في حرش الكركات بالتحديد تخلت هذه المجموعة باتجاه أحد النقاط التي قامت الجبل الوطنية للتحرير بتمويها فتمكنت الجبهة من إيقاع هذه المجموعة بكمين محكم تم قتل أكثر من خمسة عشر عنصر لقوات النظام والميليشيات الروسية بالإضافة إلى استهداف عربات مدرعة من قبل الجبل الوطنية للتحرير بصواريخ مطادة للدروع تم استهداف رشاش أربطاش ونص أيضا على جبهة سهل الغاب وتدميره بشكل كامل بالإضافة إلى مقتل طاقمه بسهل الغاب القتلى الذين ذهبوا إلى مشافي مدينة حما قتلى النظام بينهم ضابط أيضا من القوات الروسية بالإضافة إلى عناصر الفيلف الخامس الروسي لا تزال اشتباكات تدور على محور الكركات والحويز في سهل الغاب أيضا اشتباكات تدور في جبل التركمان والذيقية في كبانة بالتحديد بدر وسط كل هذه الاشتباكات هل هناك أي تقدم جديد يذكر للنظام عقب السيطرة على قرية الحويز؟ عمار التقدم ليس هناك أي تقدم لقوات النظام على الأرض بعد سيطرتها على قرية الحويز في سهل الغاب أو في جبل شحشبو بالقرب من جبل شحشبو تمكنت الجبل الوطنية للتحرير من صد محاولة التقدم التي كانت تنوي بها تنوي أن تقوم بها قوات النظام على نفس المحور متقدمة باتجاه جبل شحشبو للسيطرة على باقي المناطق ورصد أريف إذلب الجنوب ناريا من الجهة الغربية لكن الثوار تمكنوا مصد هذه المحاولة وتكفيف النظام حسائر فاتحاً كان بالأرواح أو العدد شكراً جزيلاً لك بدر كجاك مراسل خناة حرب اليوم كنت معنا من الشمال السوري سيادة العقيد بالعودة إليك خسائر النظام بهذه الطريقة باستهداف التجمعات والعربات بالأسلحة الموجهة أو الصواريخ الموجهة ما استراتيجية هذا التكتيك وكيف ينعكس ومدى أثره أيضاً ربما على منع النظام من التقدم بالتأكيد أخي عمار هذه الأسلحة يجب أن تتمركز على الطرق المحتملة لتقدم دبابات العدو بالتأكيد هناك بديها للقائد يجب أن يعرف القائد أين يمركز تلك الصواريخ الحرارية هناك استقراء ما بين القائد عندما يقرأ الخريطة أي الأرض أمامه يعرف ينظر بنظرته أنه هو أيضاً كأنه قائد يريد أن يهاجم يعني نوع من الكمائن تعتبر تماماً هو كمائن ما في مجال لأنه دائماً الصواريخ الحرارية نجاح عملها بتلاقيهم ما بين الأحراش تحت شجرة فوق سطح من طاقة إلى آخرية هم يموهوا حسب طبيعة الأرض أمكنتهم ودائماً يضرب وبيضب رأساً بتلاقي لأنه صار نقطة بينة نقطة دلالة يعني كمان النظام ما هو سهل عم يراقب من أين تخرج أحياناً هناك استطلاع بنسميه استطلاع قتالي استطلاع قتالي يعني استطاع ناري النظام يضرب في مكان معين لترد عليه الوسائط النارية وبالتالي يعرف أماكنها إذن ممكن وثم يتقدم بعدها تماماً يعرف أين مكانه يعطي إحداثيات بيضرب ومن ثم يتقدم نسميه إحنا هذا بالمعارك الاستطلاع الناري إذن أهم شيء الآن بالمعارك مثل ما قلنا يجب أن يكون على تماس مباشر معارك قريبة أعمال المبادئة تنفيذ الكمائن والإغارات وأعمال الكر والفر وعدم إعطاء النظام والروز أريحية في تثبيت مناطق سيطرتهم وإضعاف روحهم المعنوية بتلك الهجمات وهذا حقيقة ما شاهدناه رغم تقدم النظام في 14 منطقة هي لا تشكل أكثر من محيط 10 كيلومترات ليس أكثر تلك المناطق متوزلة ولكن السؤال ربما هل سوف تبقى يعني أو عدد الصواريخ كافية ألا يخشى من أن توقف في مرحلة من المراحل أو يوقف إمداد المعارضة بهذه الصواريخ مهوني إحنا السؤال للثورة هذا الكلام من ثلاث سنوات عندما أوقفت أمريكا وكل الدول الداعمة للجيش الحر لاحظنا الأمر هذا والآن لا يوجد إلا تركيا تقدم الدعم للجيش الحر هل تقدم دعم عسكري بصواريخ أيضا؟ بالتأكيد بالتأكيد يعني تركيا هي لا تقبل أن يقتل الشعب السوري هكذا يعني إن كان من الناحية أقلها الأخلاقية إذا ما قلنا من الناحية العسكرية هي ضامن هي لم تستطيع إيقاف الروس أو النظام هي تستخدم ما لديها من إمكانيات دبلوماسية في المجتمع الدولي ولكن لاحظ أخي عمار المجتمع الدولي كله ترك القضية السورية يعني تركيا أحيانا يقولوا أنه دور الضامن التركي أين هو ضامن التركي يعني تركيا بدها تكون ملكية أكثر من ملكيين يعني للأسف خلينا نقول أنه أشقاءنا العرب أبناء جلدتنا تركونا فإذن تركيا هي بالتالي تبحث عن مصالحها وعن أمنها القومي المهدد وهي بالتالي تدعم الجيش السوري الحر وخاصة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وهي بالتالي وبالتأكيد لن ترضى بقتل الشعب السوري دون أن يدافع عن نفسها جيد بالانتقال من نقطة أشار إليها سيادة العقيد هامة هي ربما أستاذ محمد لماذا المجتمع الدولي وأنت ذكرت أيضا يعني المجتمع الدولي شبه أعطى الضوء الأخضر أو صامت ما السبب الذي يجعل المجتمع الدولي يصمت أمام كل ما يجري يعني نحن نتحدث عن ملايين تتهجر إلى أوروبا عن أزمة كارثية سببها هذا النظام يعني ما الذي يجبر أوروبا ودول العالم أن يسكتوا على هذا النظام يعني أوروبا في النتيجة الاتحاد الأوروبي ليس لديه قدرات عسكرية لكن قبل أن نتحدث عن قدراته نتحدث عن إرادته بالنتيجة الاتحاد الأوروبي وبقية أطراف المجتمع الدولي معدى روسيا هي تبع بشكل أو بآخر للإرادة الأمريكية من يستطيع أن يقف أمام الروس اليوم في عنجهيتهم كما حدث في حالات كثيرة كما حدث في أفغانستان سابقا الولايات المتحدة وربما تصطف معها الدول لكن عليها أن ترى إقداما أمريكيا في البداية فكان هناك حقيقة الآن تتكشف أوراق جديدة كان في مقالة لإحدى الصحف الأمريكية تتحدث من يومين أن إدارة أوباما تدخلت لدى الروس ونسقت معهم عندما خافت من انهيار سريع للنظام السوري فالحقيقة أنه الموقف الولايات المتحدة انعكس على الجميع أعتقد أن الاتحاد الأوروبي اليوم يضغط باتجاه منع مثل هذا الموضوع ولكن قدرات الاتحاد الأوروبي هي قدرات كما قلنا قدرات دبلوماسية يؤيد الموقف التركي كان هناك زيارة للأمين العام لحلف الناتو لمناطق هاتاي وهذا له مؤشر أيضا حتى الموقف الأمريكي هناك انزياح بسيط ربما في الموقف الأمريكي في تأييد تركيا في إعطاء الضوء الأخضر لما تفضل به العقيد في تسليح مثلا السوار إلى آخره لكن يبقى ضمن هامش معين وضمن مصالح المجتمع الدولي ما الذي تريده مثلا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى الاتحاد الأوروبي إشكاليته الكبرى إذا لا سمح الله حدث هجوم شامل والذي لم يحدث حتى الآن بمعنى هجوم يعني يشرد الملايين ليذهبوا إلى تركيا ومنها إلى الاتحاد الأوروبي يخاف الاتحاد الأوروبي من موجات لجوء كبيرة ويخاف أيضا من عشرة آلاف أو عشرين ألف ما يسمونهم جهاديين خلايا نائمة ذئاب منفردة يمكن أن تصل إلى الاتحاد الأوروبي هذا الأمر حتى الآن بعيد نسبيا لذلك الضغط ليس بمستواه العالي على ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه لا يوجد حتى الآن خطر يهدد يعني إدلب بشكل كامل هي مجرد كما فهمت منك يعني مناطق صغيرة أو تصعيد صغير ليس أكثر بإطار ضغط سياسي على كل أحوال سوف نتابع حديثنا بعد فصل قصير مشاهدين الكرام كيف أثر الخلاف التركي الروسي على مستقبل شمال سوريا أخبار كثيرة منها ما يفرض نفسه عليك يدخل تفاصيل يومياتك وربما يغير من مجرى حياتك في ثنايا الخبر نناقش أبرز التطورات في سوريا ونجيب على التساؤلات التي تدور في أذهانكم أنا حل الخطيب أكون معكم في برنامج ثنايا الخبر كونوا على الموعد كل يوم تطلع فيه الشمس تعترضنا مسائل وأحكام معاصرة نقرأ فتوى نسمع حكما نستفسر عن نازلة مستجدة نستذكر حكما فقهيا نبحر وإياكم مشاهدين العزاء في قارب العلم والشريع فاسألوا أهل الذكر برنامج حواري أسبوعي نستضيف فيه علماء مختصين لنجيب على أسئلتكم الفقهية أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام محيكم الله أينما كنتم كشفت صحيفة العربي الجديد عن وجود خلافات بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بإدلب بعد التصعيد الأخير ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن أنقرأ رفضت عرضا من موسكو لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا مقابل تثبيت حدود المنطقة وفق نقاط السيطرة الجديدة نتابع التقرير التالي ونعود للنقش ما بعد سيطرة قوة النظام على بعض المناطق في ريف حماس الشمالي وتعسر سيطرته على جسر الشغور بسبب مقاومة فصائل الثوار في المنطقة يبدو أن تصعيدا سياسيا بدأ يطفو على السطح لا يقل أهمية عن التصعيد العسكري الحاصل على الأرض عرض روسي لأنقرأ أحد أطراف اتفاقية أستانا كشفت عنه صحيفة العربي الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي غربي سوريا مقابل تثبيت حدود المنطقة وفق نقاط السيطرة الجديدة ما يعني بقاء مدينة قلعة المضيق وبلدة كفرنبودا وعدة قرى سيطرت عليها قوات النظام مؤخرا تحت سيطرة الأخيرة إلا أن ذلك العرض ووفقا لمصادر تركيا وصفتها العربي الجديد بالمطلعة تم رفضه من قبل تركيا بشدة بل وطالبت بانسحاب قوات النظام إلى النقاط المحددة وفق اتفاق خفض التصعيد الموقع قبل عامين في حالة يبدو أنها تنذر بالانفجار والمواجهة المباشرة وفقا للصحيفة ذاتها التي أكدت أن تركيا بيّنت لروسيا أن فصائل المعارضة ستقاوم وأن تركيا سترد بقوة في حال أي اعتداء على نقطة المراقبة التركية العاشرة ويبدو أن شرارة الخلافات وفقا للصحيفة قد بدأتها موسكو بحجة أن أنقرة لم تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بنقطتين الأولى عدم حصول مقايضة في الاتفاق على منطقة ترفعة مقابل المناطق الجنوبية من إدلب التي تسعى روسيا للسيطرة عليها لحماية قاعدة حميميم فيما يبدو أن عدم تفكيك تركيا لهيئة تحرير الشام أو القضاء عليها سبب مباشر للعملية الأخيرة وهي النقطة الثانية وفقا للعربي الجديد الاختلاف التركي الروسي لربما لن يبقى طويلا في حال الاتفاق بين الجانبين على حل الخلاف من خلال مجموعة العمل الخاصة من أجل شمالي سوريا التي أعلن وزير الخارجية التركي جاويش أغلو عنها أما في حال فشل التوافق فيعتقد أن أنقرة قد تتوجه للتعاون مع واشنطن وهو ما تخشاه موسكو وفقا لمراقبين معنا هنا في استوديو العقيد فايز أسمر المحلي العسكري والاستراتيجي أنا بكسية العقيد ومعنا أيضا الأستاذ محمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري بالعودة إلى كسية العقيد كيف تنظر لما ورد في التقرير يعني تركيا رفضت وفقا للتقرير نقاط السيطرة الجديدة ما أثر ذلك ميدانيا وما الرسالة بالتأكيد إن صح ذلك نحن طبعا هاي تقارير أخبارية ليس أكثر من ذلك بالتأكيد إن صح ذلك أو هذا الأجدر بتركيا أن تتخذه يعني ألا تقبل هي ضامن الضامن توجيع النقاط إن كانت الـ 12 أو المقابيلها النقاط الإيرانية أو الروسية هناك اتفاق خرق فمعناته عندما تريد أن تقف بإطلاق النار أن تعود إلى الخطوط الأولى هذا طلب حق يعني تركيا يجب أن تصدى لمسؤولياتها كضامن في الأستانة وفي سوتي ما بين بوتين وما بين أردوغان يعني في الواقع أحنا إذا أحنا جينا أخي الكريم عمار على الواقع بدنا نرجع بكلامنا على مؤتمر الأستانة يعني أنا بضع الحق على فصائل الثورة التي حضرت الأستانة أو من يمثلها يعني عندما قبلت بروسيا وقبلت بطهران وهما من غمستان في الدم السوري حتى قمة رأسهما يقبلون بهم ضامنين هذا يعني القاتل متى كان القاتل هو ضامن تمام فإذا أنا بتصوري أنه التركيا يجب أن تتصدى لمسؤولياتها وتمنع أقلها أخلاقيا الأمر الثاني هو يؤثر عليها جيوسياسيا وعسكريا وتكتيكيا عندما تسقط مدينة إدلب هناك ضغط أكثر من أربع ملايين من المتواجدين في مدينة إدلب سيشكلون موجات نزوح كبيرة لا تتحملها القيادة التركية أو الجغرافية التركية موجود ثلاث ملايين ونص في إدلب وثلاث ملايين ونص موجودين في تركيا إذن عدد هائل الأمر الثاني تدفق المهاجرين سأيضا يهدد أوروبا ومثل ما قال أخونا محمد حتى بموجات من خلينا نسميهم الانتحاريين أو الذئاب المفردة أو الخلايا النائمة للتنظيمات الجهادية فإذن تركيا بتصوري أنه يجب أن تتصدى لمسؤولياتها وتمنع ذلك وتمنع من تقدم النظام ولكن بدون المجتمع الدولي خلينا كمان منفردة تماما ما نتخبى وراء أصابعنا فهي لا تملك من أمرها شيئا أستاذ محمد أيضا كيف تنظر لموارد في التقرير حول الخلاف الروسي التركي حول هذا الموضوع تحديدا والاتفاق الجديد الذي طرحته روسيا يعني الخلاف الروسي التركي كبير حقيقة حول محافظة إدلب عناصر الاتفاق الروسي التركي إجمالا هو عناصر التوافقات في المسائل الدولية يعني هناك مصالح اقتصادية هناك مصالح أسلحة موضوع صواريخ الإس 400 موضوع التوافقات الإجمالية والخلاف مثلا نحن نعلم أن تركيا مثلا كان فيها محاولة انقلاب كان في موقف غربي سيء من هذه المحاولة الروس لديهم طموح أن تتحول تركيا على الأقل تعزل نفسها عن حلف شمال الأطلسي تتحول في التجاه كل هذه الملفات هي التي عمليا تسهم في نوع من التوافق التركي الروسي الذي يمنع الصدام الكبير لكن في الحقيقة في المسألة مسألة إدلب تحديدا الخلاف كبير يعني وهذا يصرح كل طرف به ما الذي يصرح به الروس يقولون يجب أن تعود هذه المحافظة إلى سلطة ما يسمونها بين قرارب وسين الدولة السورية ويقصدون طبعا النظام السوري نحن لا نعترف أن الدولة السورية اليوم لم يعد يمثلها النظام السوري هذه عصابة تتحكم بالدولة السورية لكن إذن الرؤية النهائية فيما يتعلق في محافظة إدلب هي رؤية مضطربة ومختلف عليها ما بين الطرفين إلى أبعد حد ما يحدث كان في أستانة ثم في آخر اتفاق اللي هو اتفاق سوتي هو عملية تأجيل وشراء للوقت ووضع بنود قبلت بها تركيا شبه مرغمة لتتجنب حملة عسكرية تحديدا بند المنطقة العازلة أنا أعتقد أن الأتراق قبلوا به ويعلمون أنها محاولة قضم روسية جديدة الروس لا يخفون سياستهم منذ بداية مسار أستانة هو ليس مسار حل سياسي هو مسار سياسة قضم للمناطق بالضبط ومرحلي ومؤقت بالضبط ومرحلي ومؤقت وعلى محافظة أدلب أن تعود للدولة السورية حتى العشرين الخمسة عشرين كيلومتر ما المقرر أنها منطقة عازلة تنسحب الفصائل تسحب منها الأسلحة الثقيلة وتنتشر فيها الشرطة العسكرية الروسية إضافة إلى التركيا الأمر الذي لم تقبل تركيا عمليا بتنفيذه لأنها تعلم بأن عمليا هذا الموضوع هو قضم يعني لو أن تركيا تثق بالروس بأنه طيب إذا عملنا هذه المنطقة العازلة لماذا بعد ذلك؟ هل تبقون المنطقة؟ سوف تدخل النظام إليها وسوف تطالب منطقة بعدها منطقة عازلة ثانية وهذه سياسة القضم لذلك الحقيقة الخلاف الروسي التركي خلاف كبير لكن كما قلنا يمسك الطرفين وجود مصالح كبرى أخرى يعني الخط السيل الغاز التركي أحسن بالضبط يعني كل هذه المصالح نعم نعم أمور كثيرة طيب سيادة العقيد يعني في ظل تشابك المصالح واختلافها في مناطق أخرى كما تحدث أستاذ محمد من الذي يملك أوراق القوة أكثر ربما في الشمال السوري الأتراك أم الروس؟ بالتأكيد الأتراك الأتراك بالتأكيد الأتراك إذا أرادوا إذا أرادوا ألا يتحكم بهم الروس طبعا الآن لديهم تواجد من جرابلوس وصولا إلى عزاز لديهم غصن الزيتون عفرين بعيدة عنهم خطوط التماس مع الروس الروس غير قريبين من مناطق شرق الفرات لاحظت أنت تواجد الأمريكي موجود فإذا أنا بتصوري الآن تستطيع تركيا أن تهرب ولكن المشكلة أن تركيا الآن واقعة ما بين المطرقة والسندان لاحظناها إذا تقربت من الأمريكان فإنهم يدعمون قسد أعداءها يعني دعموا قسد فهي خرجت من الحضن الأمريكي وخاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية لاحظت أنت تقربت من روسيا فإذا تقربت من روسيا هي تخسر الثورة السورية إذا تقربت من أمريكا أمريكا تدعم ميليشيات البيدي الانفصالية التي تهدد أمنها ولكن أمريكا أو عفوا تركيا إلى أي مدى يمكن لها أن تحافظ على شعرة معاوية بين الطرفين يعني بين المتناقضين صحة البيدي روس والأمريكا من ثمين سنوات إلى الآن محافظة على الشعرة خلينا نقول منذ التدخل الروسي ب2015 هي تقف بمنتصف الطريق لا تميل كل الميل لروسيا ولا تميل كل الميل لتركيا ولكن هذا على حساب مواقفها يعني حقيقة هي بالمطلق يجب أن تكون مع الثورة السورية وكلمة الثورة السورية يعني هل لاحظ أخي عمار وجود الألف جندي الأمريكي في شرق الفرات أنا أعتبره من صالح الثورة السورية ومن صالح تركيا أيضا لماذا؟ طبعا كن واثق لو أنه تنسحب أمريكا الانسحاب تم قصد ستعطي تلك المنطقة على طبق من ذهب للنظام دون إطلاق طلق بالمطلق للروس والنظام ملاحظنا من خلال التهديد ركضوا باتجاه روسيا وباتجاه النظام إلهام أحمد ومظلوم كوباني وأنه أنت هاي الأراضي سورية طلبوا من النظام أن يدافع عن هذه الأراضي في وجه تركيا تمام في حال يعني قام ونسوا أنه كانت اسمها كوباني وأقليم شمال سورية هاي راحت وروج آفا تماما وروج آفا وهالأمور فإذن أيضا تركيا أنا بتصوري هي تريد بقاء هؤلاء الجنود الأمريكان في تلك المنطقة ولو على الإعلام تقول لا لأن مجرد وجودهم هو إبعاد وبالتأكيد تركيا ضامنة أن تلجم أمريكا الوحدات الكردية ولا تستطيع إطلاق أو زعزعة أمن تركيا برصاصة واحدة هو موضوع شائق جدا يعني وموضوع طويل التوازنات بالضبط وأكثر من نفوذ وأكثر من دولة وأكثر من مصلحة تأخذ أكثر من وجه تماما على كل أحوال فاصل أخير ونعود بعدها أيضا لمتابعة النقاش معكم مشاهدنا الكرام كيف يرى الأهالي مستقبل الشمال السوري مع حملة النظام البرية هناك ابقوا معنا واقع متغير وتحديات كبيرة مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية نفتح الملفات نتابع نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار لأن قضاياكم هي قضايانا سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم كل العالم بيعرف أنه نحن بسوريا طبخنا غير وأكلاتنا كمان غير والنفس أكيد غير مشان هيك حبينا نعرف العالم أكتر عن طبخاتنا ونقدم لهم وصفات وأطباء شهية بشهر رمضان المبارك وصفات شهية ومكونات خفيفة رح تكون ببرنامجنا بهارات رمضانية خلال شهر رمضان المبارك على ساسة قناة حلب اليوم الفضائية بالأوقات التالية أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام حياكم الله هنا ما كنتم مشاهدينا الكرام كاميرا قناة حلب اليوم أجرت استطاعا للرأي حول تقدم قوات النظام في الشمال السوري المحرر وعادت لنا بهذه المادة تحميل المسؤولية تقدم النظام على المناطق المحررة أنا برأيي الشخصية أن هذا الموضوع يتحمل مسؤوليته هي هيئة تحذير الشام التي تمتلك سلاح الثورة في آخر معاقل الثورة في منطقة إدلب أكثر من عشرين فصين سلاحهم ضمن جيبة الجولاني تقريبا تسعين بالمئة جبهة النصرة إذا ما أكثر من تسعين ونحنا جبهة النصرة بنعرفها وقت ما كانت بالغوطة كانت تسلم الأراضي إذا بقي الوضع على ما هو عليه بالتأكيد سيتقدم النظام إذا لم يكن هناك فتح شبهات في مناطق أرياف حلب وكافة مناطق إدلب على النظام وردعه بقصف المناطق التي يسيطر عليها سيتقدم النظام أكثر من ذلك نحن نرجو من الله عز وجل أنه ما يحسن السيطر ولا على درة طراب ونرجو من الله عز وجل أنه النظام بأقل وقت أنه ينكسر ويندئس تحت الصرامي بسم الله الرحمن الرحيم ما له يتقدم ولا له يحسن يتقدم لأجل جبهة النصرة هي اللي عم تخليه يتقدم أما يسحبوا جبهة النصرة بإذن الله السوار بإدلب وبريف حما ليأخذوا لوسيط مدينة دماشق ليفوتوا على مدينة دماشق بإذن واحد أحد يعني كانت هذه أهم التعليقات التي وردت من أهلنا في الداخل أستاذ محمد كيف تعلق على آراء أهلنا في الداخل يعني حقيقة واضح أن هناك كلم كبير مما حدث في الشمال السوري من اقتطال فصائلي ومن محاولات تحديدا هيئة تحرير الشام التهام بقية الفصائل اليوم نتحدث عن ثلاثين فصيل منذ ثلاث أو أربع عوام إلى الآن هيئة تحرير الشام تقوم بالتهامها وللأسف هذا بالتأكيد انعكس على الجبهات وربما بدأت بهذا الأمر عندما قالت عند الاتفاق الروسي التركي وعندما طالبت روسيا تركيا بإخراج هيئة تحرير الشام قامت هيئة تحرير الشام بإفتلاع كل الفصائل والسيطرة على كل المناطق لتكون ربما ذريعة للروس بالقيام بكل هذا الإجرام بالتأكيد ونحن نلاحظ اليوم أن النظام لجأ كما تفضل العقيد فايز أنه من الخاصر الرخوة أو سألته أنت عن الخاصر الرخوة في سهل غاب ليس فقط لأنها منطقة سهلية بل لأنها تعرضت لتجريف فصائلي وبشري وتجريف الأسلحة أسلحة فصائلها من قبل هيئة تحرير الشام قبل بأسبوع أحرار الشام تم طردها من هذه المنطقة التحديدة بالضبط اليوم نشهد عودة لبعض المقاتلين المهجرين من أهل المنطقة اليوم تحت ضغط العمل العسكري القائم على النظام وتحت ضغط الضغط الشعبي وضغط ربما التركي نشهد عودة للمقاتلين المهجرين من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة للدفاع عنها بالتأكيد أهل المنطقة هم من يدافعون عنها نحن شئنا أم أبينا فصائلنا لديها انتماء مناطقي نحن شهدنا مثلا في كثير من المناطق أن بعض المناطق كانت تصمد صمود أكثر من مناطق أخرى نحن نشهد مثلا نعلم عن مارع نعلم عن دارية هذه أعلام لمناطق معينة كانت قد صمدت صمود أسطوري ورغم أنها محاطة فلذلك أهل المناطق عندما تجرف أهل أي منطقة وتخرجهم وتنفيهم إلى منطقة أخرى فبالتأكيد سوف تضعف هذه المنطقة وسوف يحاول النظام أن يتسلل منها كما هو يفعل الآن في سهل الغاب لذلك الحديث الشعبي اليوم واضح أن هناك يعني في كلم وجرح مما حدث ولا ينسون ما حدث من هذا الاقتتال الذي تكرر يعني مشهده للأسف كان يعني أيضا شهدنا بعض الموجودين من الغوطة والغوطة حدث فيها هذا النوع وأثر للأسف سلبا على صمود الغوطة وحدث نوعا ما في الشمال السوري اليوم يعني نشهد نوعا ما أن هذه الهجمة ربما وحدت البندقية رغم الجراح القديمة ربما الآن حقيقة في توجه لصمود حقيقي أمام النظام من كافة القوى الموجودة على الأرض وهذا إيجابي سيد العقيد موضوع هام هو موضوع هيئة تحرير الشام لاحظنا تحدث الأهالي عن هذا الموضوع قبل ثلاثة أشهر فقط قامت هيئة تحرير الشام والنقل قبل ربما أياما بدء الهجوم بابتلاع الفصائل كيف أثر هذا الأمر على إدليب عسكري أنا بتصوري أنا ضد هذه الفكرة أن الروس والنظام يحتاجون إلى ذريعة الروس عندما دخلوا بـ 30-9-2015 دخلوا كما نوه أخونا محمد أنه دخلوا وكل العالم ما هنك جلالين لا منك ولا مني قالوا إحنا أتينا من أجل إعادة كافة الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون وسموا كل من حمل البندقية على نظام وضد نظام بشار الأسد هو إرهابي بالمطلق لا في النصرة ولا غير نصرة حتى كل من هتف ضد نظام بشار الأسد هو إرهابي يعني ما هن خجلانين بالمطلق أن نوجع بتون هدف واحد إعادة كافة الأراضي التي يسيطر عليها أو الخارجي عن سيطر النظام إليه فإذن الذريعة موجودة بوجود جبهة النصرة أو عدم وجود جبهة النصرة إحنا ما نستخدم هذا التعبير ولكن عندما تقوم هيئة تحريش شام كما قال لك الأستاذ محمد يعني بإفراغ المناطق من أهلها من المقاتلين والمقاومين ألا تضعف هذه الخاسرة الرخوة وتؤثر ربما في العمليات العسكرية ساعدت النظام أيضا ربما بالتأكيد حسبه النوع الخروج أخي أحيانا فيه خروج تكتيكي أفراغ المنطقة من أجل أن لا تتعرض السكان النظام مجرم بالمطلق هو النظام مجرم يعني أنت بتعرف عم يستخدم البراميل عم يستخدم الصواريخ خراجمات الصواريخ طيب طيب ما مصلحت هنا السؤال هيئة تحريش شام من مهاجمة الفصائل التي كانت مرابضة على هذه الخاسرة خاسرة سهل الغاب شو المصلحة؟ ما لهدف من ذلك؟ قبل يعني أسابيع قليلة ما أصور من أين هذه المعلومات؟ قبل أسابيع هذه المعلومات موجودة من ريف حما الشمالي موجود جيش العزي وجيش العزي هاجموا سهل الغاب قبل ثلاثة أشهر هيئة تحرير الشام قبل أن تسيطر على نعم وتحديدا أحرار الشام وكان هناك معارك كبيرة بينهما إلى أن توصل إلى اتفاق اضطرت من خلال هذه الاتفاق أحرار الشام على الخروج من المنطقة إلى ريف حلب الغربي وإلى الشمال الأسر هو أكيد بالمطلق من يتعدى على أخوه في السلاح فهو مخطئ مخطئ بكل المقاييس أنا لا أقبل أن يتعدى فصيل على فصيل يجب أن تتوحد البندقية وكما كان أقال أخونا محمد نرجو من الله أن تكون تلك الهجم الشرسة للنظام أن توحد الهدف وتصبح البندقية موجهة إلى صدر النظام لأن المستفيد الوحيد من تصارع الفصائلي وهو النظام والنظام وحده وبالمطلق إن كان هيئة تحرير الشام تبعد الفصائل فهي مخطئة كل الخطأ نقطة أخرى أيضا هيئة تحرير الشام يعني البعض يصف مشاركتها في التصدي للهجوم النظام بالخجولة في الهجمة الأخيرة وأيضا لاحظت معي أحد المهجرين من الغطأ قال منذ قليل على استطاع الرأي قال هيئة تحرير الشام كانت في الغطأ تسلم المناطق للنظام المشكلة أخي عمار أصبح الإعلام موجه يعني أنت لاحظ أنه دائما في كل الإعلام أصبح ديدنه الفصائل الإسلامية يعني هيئة تحرير الشام سيأتي من بعدها التركستان سيأتي من بعدها القوقاز جماعة القوقاز يعني الإعلام هو تقريبا مجند ضد الفصائل الإسلامية ومنها تنظيم القاعدة أنت تعرف أنه مصنف هيئة تحرير الشام ولو غيرت اسمها أنه جماعة القاعدة أو جماعة النصرة فإذن بتصوري أنه مو كل الكلام اللي بنسمعه هو حقيقي يعني من الآن تماما أنه ما بتقوم بواجبها بالتأكيد كل الناس أمام الهجمة الطيران وهجمة البراميل والهجمة الجوية والأسلحة المتفوقة ستعود إلى الخلف يعني ليش إحنا بنقول يوم اللي كان انسحبوا من درعة والغوطة الشرقية الجيش الإسلام قلنا انسحبوا نتيجة الضغط ولا الحفاظ على أرواح المدنيين وما بيحسوا الشوء يعني أيضا القتال بين الفيلق وبين جيش الإسلام تماما وليش يوم اللي بتنسحب هيئة تحرير الشام من مناطق نتيجة الضغط الجوي أو القتالي أو الصاروخي بنقول سلميت فإذن الأجدر أنه احنا نحط ونردم الهوة بين الفصائل ونوحد الهدف في سبيل الصد وردع النظام من استكمال تقدمه لأنه لن يرحم لا جبهة النصرة ولا غير جبهة النصرة انتقل جميل أستاذ محمد السؤال الأخير يعني ما المراد أو ما الذي يرسم لإدلب ما هو المصير الذي ينتظر إدلب يعني كل طرف يرسم في مخططاته وربما مخيلته رسوم أو يعني مخططات معينة الروس والنظام السوري يصرحون بأنهم يريدون لإدلب أن تعود إلى سورة هل تتوقع أن يحصل هذا السيناريو؟ لا أعتقد هذا لأن مقومات صمود وتحدث ربما العقيد فايز مقومات صمود هذه المنطقة لا يوجد إدلب بعدها حتى المقاتلين الذين أتوا من المناطق الأخرى هم الذين رفضوا أن يصالحوا فمقاومتهم عالية هناك داعم إقليمي لم يتوفر يعني اليوم نتحدث نحن في مناطق خفض التصعيد الأخرى ريف حمص الشمالي كان تحت حصار شديد ولا يوجد له دعم الغوطة الشرقية يعني عانت من حصار هائل جدا جدا لدرجة الناس أكلت الحشيش وأوراق الشجر حتى درعا لم تكن محاصرة لكن كان العامل الإقليمي يعني حقيقة له دور كبير اليوم العامل الإقليمي هو مع صمود الشعب السوري في هذه المنطقة وواضح هذا من دخول الأسلحة بشكل كبير وواضح حتى من تصريحات وزير الدفاع التركي يجب أن يلجم النظام السوري ويجب أن يعود إلى المناطق التي بدأ بها أيضا الرئيس التركي كشف عن مجموعة عمل مصفرة مع الروس فيما يخص إدلب خصوصا أو وزير الخارجية تحديدا فيما يخص إدلب هل يمكن أن نشهد تفاهم ما جديد فيما يخص إدلب أعتقد أن الطرفين يسعون إلى ذلك والأتراك بادروا بتواصل دبلوماسي مع الروس في النتيجة الأتراك معروفون بالقوة الناعمة القوة الدبلوماسية الناعمة هم ما يعملوه في النتيجة ما وصلوا إليه من نوعا ما في الفترات الأخيرة من دعم إلى حد ما حقن دماء الشعب السوري بدرجة ما من خلال التهديئات التي حدثت في السنتين الماضيتين كان مزيج من استخدام القوة النعمة والقوة الخشنة في النتيجة التوافق مع الروس هو بالتأكيد مطلب يعني رغم أننا لا نعتبر بأن روسيا حقيقة ضامن ولكن في النتيجة أمام الخلل في الموازين الدولية ليس أمام المعارضة إلا أن تعتمد على تركيا في الوصول إلى تفاهمات جديدة تمنع استمرار الهجمة الروسية شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سالم بحث في مركز الحوار السوري وأشكرك أيضا جزيلا لشكر العقيد فائز أسمر محلي العسكري والاستراتيجي وأشكر أيضا بدر كجك مراسلنا كان معنا من الشمال السوري الشكر الأكبر وصول لكم مشاهدينا الكرام على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم لنفتح معا ملفا جديدا إلى ذلك ننتم بخير وبإمان الله ترجمة نانسي قنقر